موسيقى رسميا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنفصل عن خليل وزيتش بالتراضي بتطوان المكتب المركزي للأبحاث القضائية يقف عنصرا مواليا لتنظيم داعش دوليا تايوان تجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية تشدد رفضها نموذج بلد واحد ونظامان نشرة نخبارية جديدة مشاهدين منك بفنكاتخ بطنجة أهلا بكم أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الخميس فك الارتباط بالناخب الوطني وحيد خليل وزيتش بتراضي ذلك بالنظر لتباين الرؤى بين الطرفين أوضحت الجامعة في بلغ لها أنه بنظر للاختلافات وتباين الرؤى بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدرب الوطني وحيد خليل وزيتش على الطريقة المتلى لتهيئ المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائية كاس العالم قطر 2022 قرر الطرفان الانفصال بالتراضي وأضف البلاغ أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتقدم بشكر الجزيل لما قدمه المدرب وحيد خليل وزيتش خلال الفترة التي أشرف فيها على قيادة المنتخب الوطني في مقدمتها تأهل إلى نهائية كاس العالم قطر 2022 بمنتخب شاب وعد مليء بطموحات مستقبلية كبيرة من جانبه تمنى وحيد خليل وزيتش حدا سعيدا للنخبة الوطنية وكذا دات البلاغا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستوفر جميع الوسائل والإمكانات للتهيئة الجيد للمنتخب الوطني في أفق مشاركته في نهائية كاس العالم قطر 2022 وبتطوان تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابعة للمديرية العامة لمراقبة تراب الوطني في الساعة الأولى من الصباح اليوم الخميس من توقيف عنصر متطرف موالي لتنظيم داعش الإرهابي يبرو من العمر 36 سنة وذلك للشباف انخراطي في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشروعا إرهابيا بغرض المساس الخطير بنظام العام وضح بله للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تم توقيف هذا العنصر المتطرف في عملية أمنية شاركت في تنفيذها مشموعة من عمصر القوة الخاصة التابعة لمديرية العامة لمراقبة تراب الوطني بتنسيق وتعاون ميداني من دباطي الشرطة القضائية العاملين بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية وحسب المعلومات الأولية للبحث فإن المشبه فيها الموقوف الموالي لتنظيم داعش الإرهابي وتشبع بأفكار متطرفة تحرد على تكفير المجتمع وممثلية سلطات وقوات العمومية فضلا عن نشاطه المكثف ضمن الأوساط الافتراضية وقنوات التواصل المعلومات التي تتبنى الإشارة بالفكر التخريبي المتطرف وتحريض على التخطيط لتنفيذ مشاريع إجرامية تستهدف الأشخاص والمنشآت العمومية والخاصة دوليا أجرى الجيش التايواني اليوم الخميس تدريبات عسكرية شديدة بالذخيرة الحية شملت محاكاة للدفاع عن الجزيرة من غزو صيني محتمل وذلك بعدما أنهت بكين أكبر مناورة عسكرية على الإطلاق حول الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الفيلق الثامن لوي جي موضحا بعض تفاصيل هذه التدريبات أن القوات أو إن القوات التايوانية أطلقت قدائف مدفعية وقنابل مضيئة في إطار تدريبات الدفاعية وكان تايوان أجرت تدريبات عسكرية ثلاثة في بينكتونغ وقال الجيش أن مئات الرجال شاركوا في جولتين المناورات وقالت السلطات من أهمية هذه التدريبات مؤكدة أنها كانت مقررة من قبل ولا تشكل ردا على مناورات الصين دوليا دائما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن قصف محطة زاباروجيا نووية في حين قالت القوات المسلحة الأوكرانية إن انفجارات كبيرة وقعت في خرسن بعد استهداف مواقع عسكرية روسية في المقاطعة أسفرت ضربات عسكرية عن مقتل ثلاثة عشر مدنيا مساثلة الماضي معظمهم بمنطقة دينيبرو تروفسك وسط شرقية أوكرانيا في موقع قريب من محطة زاباروجيا للطاقة النووية وقالت موسكو إن العالم يسير على حافة الهاوية مع قصف كييف للمحطة أوضح المتحدث باسم الخرجية الروسية إيفان نيتشايف إن القصف الأوكراني لمحطة زاباروجيا نووية عمل إرهابي قد يؤدي لكارثة تتجاوز عواقبها حدثة تشيرنوبيل في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي إن روسيا قصفت محطة زاباروجيا رغم علمها بخطورة هذا الأمر وأكد أن المحطة ثالث أكبر محطة نووية على مستوى العالم ورأى زيلنسكيانا روسيا تضلل العالم بإخفاء خطر الإشاع النووي في محطة زاباروجيا وأن العالم يحتاج للحماية من هذا الخطر فرياضة حقق فريق ريال مدريد بطل دوري الأبطال فوزا ثمينا على انتراخت فرانكفورت الأمس الأربعاء ليتوج بكاس السوبر الأوروبية لكرة القدم للمرة الخامسة معادلا الرقم القياسي وبفضل هدفي ديفيد لعبة في الشوط الأول وآخر لكريم بنزيمة في دقيقة الخامسة والستين ليصبح ثاني أفضل هدف في تاريخ ريال برصيد ثلاثمائة واربعة وعشر هدفا ضمن بطل إسبانيا اللقب القاري وكانت هذه أول مباراة رسمية يلتقي فيها الفريقان منذ المباراة النهائية لبطولة كاسلاندية البطلة في دوري الأبطال التي أقيمت في عام الف وتسعمائة وستين التي شهدت فوز الريال بلقب البطولة للمرة الخامسة على التوالي أضا تغلبي على انتراخت فرانكفورت بسبعة أهداف مقابل ثلاثة شاهدنا إذن بأخبار رياضة نصر وإياكم إلى ختم هذه الجولة الإخبارية لمزيد من الأخبار دائما زروا موقعنا الإلكترونيكا بـ 24.م شكرا على انتباهكم إلى الغد بي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة